بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس من الحج المبرور الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج المبرور والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس حياكم الله وبركة فيكم هذا الدرس سنتحدث فيه حفظكم الله عن يوم من أيام الله وهو يوم عرفة لعلكم تستفتحون هذا الدرس بفضل هذا اليوم وفضل الدعاء في هذا اليوم في هذه الدقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم عرفة يوم عظيم وهو يوم الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة ثم قال صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل ولا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأعظم الذكر لأنها كلمة عظيمة كلمة الإخلاص كلمة التوحيد كلمة البر هي كلمة عظيمة كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة التقوى كل هذه أسمى لكلمة لا إله إلا الله وهي تشتمل على ركنين نفي وإثبات لا إله هذا نفي للألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى إلا الله إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له هي كلمة عظيمة فيها فضل عظيم وهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبله من الأنبياء في هذا اليوم العظيم وهي إعلان للتوحيد والحاج كله مبني على التوحيد كله مبني على التوحيد من أول الدخول فيه والحاج يقول وهم واقفون في عرفه بإحرامهم شعثا غبرا من كل فج عميق فيقول سبحانه لملائكته يباهي بهم ملائكته ويقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا أني قد غفرت لهم ثم يقول جل وعلا لعباده انصره مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه فهو مشهد عظيم وموقف عظيم فيجب على المسلم أن يعظم هذا اليوم والوقوف بعرفة له زمان وله مكان أما زمانه فهو من دخول وقت الظهر عند الجمهور وعند الإمام أحمد يبدأ من طلوع الفجر لحديث عروها بن مضرس رضي الله عنه وأدرك عرفة وأدرك قبل من قال من صلى معنا في صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ننصرف وكان قد أدرك عرفة من قبل ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى رفثه فهو يوم عظيم فزمانه على هذين القولين الجمهور وهو رواية عن أحمد أنه يبدأ من الظهر وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة وهذا زمانه وأما مكانه فهو في حدود عرفة لا بد أن يكون داخل عرفة يرفع عن بطن عرنة قال صلى الله عليه وسلم لما وقف عند جبل عرفة وعند الصخرات قال وقفتها هنا وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة فبطن عرنة لا يوقف فيه وليس من عرفة وأما غير بطن عرنة مما هو داخل حدود عرفة وقد علمت بعلامات واضحة ومكتوب عليها فعلى المسلم أن يكون داخل هذه الحدود حين الوقوف بعرفة ولا يقف خارجها فحين إذن يكون قد وقف بعرفة وعليه أن يجتهد في الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة فعليه أن يجتهد في الدعاء لنفسه ولوالديه ولأقاربه ولجميع المسلمين ويدعو للإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد والحماية والحفظ ويجتهد في الدعاء فهو يوم عظيم يتجلى الله فيه على الواقفين بعرفة ويقول أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه هذا فضل عظيم في هذا اليوم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الدرس المفيد عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة شكرا لفريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا الدرس من مكتبة الشيخ يتجدد اللقاء إن شاء الله مع تحيات زميل مهندس الصوت عبدالله المواش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته